وكذلك قابلت السيدة الفاضلة هناء حسين محمد رفعت طبعا الشيخ رفعت مدرسة منفصلة اعتبرها امي انا اقولها امي دائما حتى في اتصالاتي معها اتصل معها ببنا احفظك وبركاته وقابلت امس كنت في زيارة الاولاد سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي لمدرسة كبيرة جدا الشيخ المنشاوي رحل كمان في سن مبكر يعني بعد ان ملأ الدنيا سنة 69 كان اماما وحتى وكتبت عنه مقالة المنشاوي صوت الشجن الذي لا يبلغ صحيح صوته كده فيه شجن وفيه خشوع وفيه فضلتك كتبت مقالات واشعار كمان عن مصر وعن القراء فضلت الشيخ والله انا كتبت وده يعطي مدلول على نقاء هذه الشخصية ومدى تأثر فضلتك يعني وطيب المنبع كما نقول الله يباري فيك هذا من طيبكم طبعا وهذه القصيدة اللي كتبت كتبتها في سيدنا الشيخ محمد رفعت وهي من سميتها من وحي الزيارة انا زرت قبره اول ما جيت اول ما قمت به رحت على قبر الشيخ محمد رفعت فمن وحي تلك الزيارة جاءت كده قصيدة من 15 بيت كتبتها في سيدنا الشيخ محمد رفعت رحمة الله الشيخ رفعت امام عظيم ما شاء الله من ائمة في الدنيا ما شاء الله من ائمة في الدنيا